نحن لدينا قمبلة نووية من أكثر من سناتين التجربة النوية ربما تعالى خلال أسابيع لماذا نحن نمتلك هذه الأسلحة؟ لماذا؟ نعم نمتلك القمبلة النووية نعم بكل بساطة نعم نمتلك القمبلة النووية هذا خبر عاجل على الأول مرة في باكستان على الأراضي الباكستانية يوجد سلاحين نوويين تحت التصرف السعودية في قاعدة كامرا في شمال منطقة أوتوك الباكستانية هذه الأسلحة كما يقول الخبير العربي متواجدة في مكان منفصل على بقية الأسلحة الخاصة بالجيش الباكستاني أكثر من ذلك تتواجد هناك طائرتان نقل عملاقتان بأدقم الطيران الخاص بهما تابعتان للسعودية ما نشاهده الآن هو صورة اقتقطتها الأقمار الصناعية الإسرائيلية في 12-3-2002 لمنطقة تدعى السليم وهي تبعد كما ذكرنا 500 كيلو متر جنوب الرياض هذه المنطقة أكدت مصادر التحليل لاستخبار الإسرائيلي ووافقتها مصادر التحليل لاستخبار الأمريكي والغربي على أن هذه القاعدة قاعدة السليل هي قاعدة لأسلحة نووية صواريخ أرض أرض استطاعت الاستخبارات الإسرائيلية أن تجزم لأن عدد الصواريخ الموجودة فيها هي 120 في حين أن السعودية تقول أنها صواريخ تقليدية صينية الصنع عددها لا يتجاوز الستين صاروخ ما نشاهده أمامنا هو القاعدة النووية التي بناها الصينيون ووضعوا بها صاروخ يدعى سي دابل أس أو رياح الشرق وسنقوم بشرح مواصفاته ومميزاته بعد قليل ثم على الرغم من أن الصينيين هم الذين بنوا وبنوا هذا البناء في السليل إلا أن الباكستانيين ولكون الصاروخ باكستاني قاموا قام الباكستاني بإدارة هذه القاعدة وبإشراف من المملكة العربية السعودية استخباراتية تفيد بوجود أسلحة نووية صنعت في باكستان لصالح السعودية وأنها جاهزة لتسليمها إلى المملكة في أي وقت وهو الأمر الذي أكده مسؤول استخباراتي سابق في باكستان